أكد الرئيس الجنوب إفريقيا سيريلا رامافوزا دعم جنوب إفريقيا المستمر لنضالات الشعب الصحراوي حتى تحقيق الحرية ونيل الاستقلال الرئيس رامافوزا في كلمة ألقاها الأحد حول السياسة الخارجية لجنوب إفريقيا عشية عقاد قمة بريكس التي تحتضنها جوانسبرغ بدءا من الثلاثة أشار إلى أن بلاده ما زالت تعتقد أن الحرية التي فازت بها والتضامن الدولي الذي استفادت منه يفرضان عليها واجب دعم نضال أولئك الذين ما زالوا يعانون من الاستعمار والميز العنصري مجددا التأكيد على مواصلة بلاده دعمها نضالات الشعبين الصحراوي والفلسطيني